شعبة البرلمانية لمملكة البحرين شعبة البرلمانيات في المحافظة على المساواة بين الجنسين وفي مداخلة له خلال الحلقة النقاشية أشار سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين سجلت خطوات بارزة من خلال تمثيل النساء في البرلمان لافتا إلى أن المرأة البحرينية تولت مناصب وزارية وقيادية هامبة من جانبها قدمت سعادة المحامية دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى مداخلة في الحلقة النقاشية أشارت فيها إلى التزام مملكة البحرين المستمر بدعم وتطوير السياسات والمبادرات التي تعزز من مكانة وتقدم المرأة وتأكيد دورها في صنع القرار والمشاركة السياسية في الشأن العام ومجالات العمل مضيحة أبرز الآليات المؤسسية وجهود تعزيز التعاون الدولي في مجال تقدم المرأة تجربة مملكة البحرين في تمكين مرأة نموذج يحتدى في المنطقة حيث تعكس التزام الراسخة من قبل الدولة والمجتمع أيضا بتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات تحت قيادة صاحب جلالة الملك المعظم الملك حمر بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه حيث أرسى جلالته قواعد مشروع إصلاحي شامل يعزز تكافؤ الفرص فشاهدة البحرين منذ أكثر من عشرين عاما تقدم ملحوظا في تعزيز حقوق المرأة البحرينية وتمكينها سياسيا وقتصاديا واجتماعيا طبعا تعد المساواة بين الجنسين من الأهداف الأساسية لتحقيق التنبيه المستدامة بحلول عام 2030 وهناك رؤية لمملكة البحرين في هذا المجال حيث يفترض أن تشمل جميع جوانب الحياة بما في ذلك المجالات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية من أهم طبعا المبادرات والآليات التي تم أخذها في البرلمان البحريني هو إنشاء لجنة معنية بالمرأة وكذلك لجنة التوازن بين الجنسين والتي تعكس الاستتزام المستمر بدعم وتطوير السياسات التي تعزز من مكانة المرأة وتقدمها في ظل تواجد الإرادة السياسية وكذلك ثقة المجتمع البحريني أيضا من أهم الآليات المؤسسية هي وجود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة جلالة الملك يضم العديد من الخبرات من النساء وكذلك يعمل على وضع استراتيجية تستهدف نمو وتقدم المرأة في كافة القطاعات لازمها أيضا وجود خطة تنفيذية لكيفية التنفيذ والتعاون والتشبيك مع البرلمانيين ومؤسسات الدولة وكذلك لجان من الشباب والمجتمع المدني هناك أيضا جهود دولية لتعزيز التعاون ممثلة في جائزة صاحبة السمو لتمكين وتقدم المرأة ترجمة نانسي قنقر